يمنع تغيير الوضع القائم في منطقة إسكويبو ذلك قرار محكمة العدل الدولية الأخيرة بخصوص النزاع الإقليمي حول هذه المنطقة الخاضعة لإدارة جويانا والتي تطالب فنزويلا بسيادتها عليها يحذر على الطرفين القيام بأي أنشطة من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة وعرقلت حل النزاع على مستوى المحكمة قرار لم يدفع كركاس إلى العدول عن مخططها القاضي بإجراء استفتاء شعبي لضم المنطقة الغنية بالنفط والثروات الطبيعية استفتاء يروم إلغاء قرار قضائي يعود إلى عام 1899 يرسم حدود فنزويلا مع جويانا المستعمرة السابقة لبريطانيا وهولندا ويتمسك الجانب الفنزويلي بشرعية اتفاق يلغي هذا القرار ويرسي أسسا لتسوية تفاوضية لإعادة ترسيم الحدود بين الجانبين اتفاق أبرم في جنيف في منتصف ستينيات القرن الماضي وضع منطقة إلسكويبو بعد 150 عاما هو ليس من اختصاص الخبراء إنه موضوع يشغل العامة من الناس المواطنة والمواطن العادي والشباب حقيقة فنزويلا انتصرت حقيقة أننا ندافع عن وحدتنا في احترام لدستورنا والشرعية الدولية هي الحقيقة التي برهن عليها بكل احترام أمام محكمة العدل الدولية قويانا من جهتها تعتبر الاستفتاء الفنزولية المقررة تهديدا وجوديا لها خلال عدة جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية شدد رئيس البلاد عرفان علي على ضرورة التراجع عن هذه الخطوة وأي إجراء آخر لسيطرة على الإقليم نرحب بقرار محكمة العدل الدولية المحكمة كانت واضحة يمنع على فنزويلا الاعتداء على أراضي قويانا أو اتخاذ أي إجراء بهذا الاتجاه وذلك بغض النظر عن أي نتيجة الاستفتاء المقرر في الثالث من دجمبر من شأنها تغيير الوضع في منطقة إسكويبو التي تديرها قويانا تأكيدات فنزويلا على تبعية الإقليم لها تزايدت منذ اكتشاف حقول النفطية في 2015 أبل الموازات مع ذلك تصاعدت التوترات في المنطقة الحدودية وضع دفع البرازيل لتكثيف عملياتها على الحدود الشمالية بسبب التصعيد القائم بين جارتيها فيما تعبر واشنطن عن دعمها لحل سلمي للنزاع ترجمة نانسي قنقر